ما يزيد على ست سنوات مرت منذ استعادة القوات الحكومية سيطرتها على محافظات شمالي وغربي العراق بعد حرب عنيفة مع أفراد تنظيم داعش ست سنوات كانت كافية لإعادة أعمار ما دمرته الحرب في تلك المحافظات ومن ثم إعادة النازحين منها إلى منازلهم وعودة مظاهر الحياة الطبيعية إلى الملايين من العراقيين الذين تضرروا من الحرب إلا أن ميليشيات الحجر التي تأسست بفتوى طائفية وشاركت في الحرب لا تزال ترفض المغادرة من المناطق السكنية في مدن كالموصل والتكريت والرمادي والفلوجة ومناطق أخرى كثيرة في مدن أخرى بل إنها احتلت كثيرا من المباني الحكومية وحولتها إلى مقارة لمسلحيها هذا فضلا عن الاستيلاء على الممتلكات الخاصة بالمواطنين من بيوت وأراضي زراعية ميليشيات الحجر التي يقول رئيسها فالح الفياض إنها أنقذت العراق من السقوط وتقف سدا في وجه الطائفية يؤكد كثير من العراقيين أنها تمارس الطائفية بامتياز فمحاولات التغيير السكاني التي تنفذها تلك الميليشيات في المحافظات المنكوبة تجري على قدم وساق والنازحون من تلك المحافظات لا يستطيعون العودة إلى منازلهم خشية استهدافهم من الميليشيات التي ترفض عودتهم وتتهمهم بالإرهاب حتى باتت تلك المدن مدنا منزوعة السكان أو تكاد يحدث هذا وسط عجز الحكومة عن القيام بالدور المنوط بها في حماية المواطنين من الانتهاكات الميليشيوية وإعادة إعمار المدن المستعادة وإنهاء الفوضى الأمنية التي يمثلها وجود ميليشيات مسلحة لا تخضع فعليا للسلطات الدولة وإنما تعلن مرارا تبعيتها لجهات خارج العراق أما عن السياسيين من أبناء تلك المدن فحدث ولا حرج فهم إما خائفون من فتح ملف سيطرة الميليشيات على مدنهم وإما متحالفون مع الميليشيات سعيا نحو تحقيق مكاسب سياسية في عراق تحكمه المحاصصة والميليشيات الموالية لإيران اشتركوا في القناة